السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلينا مع بعض نشوف ازاي نعمل البرامج خلينا نرغى مثلا الريلنج دول ونعمل البرامج المبتادية تمام؟ نحرك الريلنج دول ده شوية طيب هو هنا نحط الشغل هنا على الآن بس لبل على السيلنج تمام؟ فأنا أشغالها أبقى شغال على السيلنج ونسمي لبل كده طيب هقول له كوبوننت وأقول له مودل إمبليس ونقول له مسلا عايزنا نقوم أوكي وخلينا نقول له مسلا ان احنا نرسم القاعدة بتاعة البرامج هنستخدمها مسلا تمام؟ هو من السفر لتالة ثلاثة هو مرتبط بليبل وان فأنا لازم أبقى عارف اللي بل هنا كان من ليبل وان وان زيلو والسيلنج على اثنين سبا ميل يبقى أنا شغل كله على ألفين سبا ميل طيب أقول له طب أقول له طب أقول له طب أنه أنا عايز أرسل مسلا حيات والشكل دوت ويخليها مسلا نديها أفسد مسلا سبا ميل دي الشكل دوت وتستاب عشان تمام يمكن الراحة بشكل دوت واقفل الشكل أقول له تتlaugh看 يترفع الفيات سبا ميل tots يومغي ك bilmiyorum عشوها كده بالشكل دوت نعم احنا قولنا ده كان? الفين سبعمية طيب. يبدأ برضو نصف الفين سبعمية. تمام? ليه الفين تسعمية بسي. ماشي حاجة بشكل ده. تمام? طيب. بعد كده ممكن مسلا نرسم جزء ايه خلينا ده نغير الماتيريا بتاعه. ممكن نخليه خشب مثلا او اي حاجة. يبعون غالبت بتاع من الاسمنت وكده بس خلينا نقول له. طيب. تعال بقى نقول له. نفسي مثلا جزء صغير كده فوقيه. ممكن نقول له. بس اقول له بقى خلي ازبط الشغل بتاعنا على جزء الفودوت. تمام? وبعد كده اقول له ان انا عايز مثلا. انك حتى نقول له. نعمل هلا بقى خمسة السبعين مثلا. بالشكل ده بس. تمام? الارتفاع بتاعها هيبقى ممكن من سفر لخمسة السبعين. طيب حاجة بالشكل ده بس. طيب. عايزين بقى نرسم شكل هنا. ونبدأ ايه نعتمد عليه او هو ده اللي هنقرره. وهكسب. طيب. ممكن نستخدم بقى حاجة زي ريفولف مثلا. ندي له شكل هو يبدأ اللي فعلي. اقول له ريفولف. ريفولف لو ترسم دلوقتي هترسم على دي. يعني خلينا اقول له شوف. اقول لك هترسم عنه زي دي. لأ ممكن اقول له ست. اقول له بيك قبلين. اقول له انا عايز الجرامب بتاعتي ترسم على المزيارية. تمام؟ طيب. اقول له مسلا نعايز من جهة الليفت. وتبدأ ترسم بها اي شكل انت عايزه. وهتدي بالاكسي لف حوالي. فمسلا تقول له انا عايز حاجة مثلا بيه الشكل دوت. ومسلا في كوس كده مثلا. طبعا عندك شكل جاهزة تجاد ممكن تدخله وتبدأ ايه؟ ايه تشتغل عليه. وممكن تدعم ايه تفسم مثلا حاجة كده. موسيقى 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 وتبدأ بقى تفسم مثلا زي ما انت عايز موسيقى موسيقى بش جميل يعني تخليها كده مثلا وتقفل الشكل بتاعك اه وتقوله الاكس لاين بتاعي تبدأ تفسم الاكس لاين اه وتقول له اوكي يبدأ يلف حوالين الشكل ده تمام طيب خلينا اقول له لو انا ارخمت الاكس لاين ده هنا مثلا هيعمل ايه هياخد الشكل ده ويخليه يلف حوالين الخط ده فهتلاقي فراه لو جيد كده هتلاقي فراه بالشكل ده تمام فانا بحاول اخليه ايه عنده بالظلط تمام الشكل ده بقى فيه مشكله قبل ما ناخده ونعمله هتلاقي ان انت تجي تحركه بفوق وتحت ما يريدش تحرك فلازم تشيل الافل ده عشان تقدر تتحركه طيب هو برضه حاجة مكبيرة يعني الامانة اكبر من القاعدة فانا قد تقول له edit وتبدأ تختار ان انت تصغره مثلا تعمل له scale مثلا ايه 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 بس ايه بطول مواقع ايه بس ان نصغره شوكا تمام بشكل ده خلينا نبص كده ممكن القاعدة ده مثلا نكبرها شوية نقول له edit ونقول له احنا عايزين نعمل لها اا offset مثلا اا هتقليها مثلا هتصغره شي مثلا تعم وخروب شو حي بنكتب ارقام حقيق تمام وده بس ده مغارب بس ايه مثال سريع تمام طيب ممكن برضو نغير الماتيريال بتاعت الاثنين دول ديهم مثلا نفس الماتيريال تعمل select وتقول له انا عايز نفس الشكل خشطة اول طيب حاجة بشكل اول طيب خلينا اقول له بقى ايه احنا عايزينها مثلا ناخدها نكررها تعم طيب نتأكد برضو اها اهم حاجة ان انت تكون في نفس الجهة اللي انت شغل فيها فاتن تقول له اول واحدة واخر واحدة وتقول له مثلا عدادهم 8 اتكرره بشكل قد فاي لاحظة ممكن تجيه وتقول له انا عايز مثلا نبقى 10 طيب ونفس الفكرة ممكن ناخدهم ونتكررهم بالاجهة الاخر نقوم بإضافة كده على القرنح طيب ممكن ناخد ده برده ونقوم له احنا عايزينه الريل ونقوم له خليه مثلا الخمسة انت خلاص عرفت المسافات الديئة فتقدر تحاول تخليه بنفس الحاجة وناخد ده برده ونقول له احنا عايزين برده امرها الريل تسعة ونقول له احنا عايزين من اول هنا احد هنا طيب عايزين نرسم بها الجزء اللي فوق فهروح هنا لأي الكيشن وهرسم رفرنس بلان شاعدني بالرسم رفرنس بلان هوت ولازم تددلو اسم عشان تقدر تستعمله طيب بعد كده فهروح ل 3D ممكن ترسم في البلان عادي مفش مشكلة اهوات واقول له create واقول له ان انا عايز اعمل sweep واقول له set واقول له ان انا عايز اختار رفرنس بلان اللي اسمه A تمام اهوات واقول له ان انا عايز بقى اعمل sketchbox عليه عندي اسلوبين اسكتش باص بيبدأ ترسم على المسار او الرفرنس الموجود او على حاجة معينة مش رق سطح واحد بس انما بيكقى باص بيديك بس انت اعمل select كده وكده وبعد كده تقول له لأ انا عايز امش كده شوية فبتبدأ تديله اكتر من بلانت مش علي بس لازم يكون حاجات فيه فطوة بتبدأ تحددها طيب انا حزبالي اللي انساب لي ان انا اقول له sketchbox وابدأ بقى ارسم الباص بتاعي المسار اللي انا اشتغل عليه اوليكم مثلا من حين كده هترسم حاجة 2D وهو يبدأ ياخدها في المسار دوت ويبدأ يشتغل عليه في الشكل دوت ممكن تقدر تعدله في اي لحظة حتى بعد ما خلص الشغل خالص تقدر ترجع تعدله في زين انا اقول له اوكي وبعد كده هقول له edit profile edit profile يبقى لازم تديك كده تمام ممكن تختار مثلا front مثلا وتبدأ ترسم بقى الشكل اللي انت عايزه ممكن ترسم مثلا خط كده اوكي ترسم مثلا post ممكن نقوم بقراره و نضع الاشتراك نضع الاشتراك نضع الاشتراك و نضع الاشتراك كده اقول له. ونقل له الري. وتقول له اوكي. اوكي تاني. فياخد الشكل ده يقرره بشكل ده زي من تعيس. تقدر طبعا تعمل الاشكال الفنية بتايرة ومقروض بمعلك حاجات اوكيات 2D تبدأ تحطها وترسمها. اخر حاجة نعملها ان احنا هنغير الماتيريال من شكل دوت. فيطلع معي البرامج